موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم مستشار مفتي الجمهورية السورية الأستاذ باسل قس نصر الله أهلا وسهلا بكم أستاذ باسل في ستوديو الميادين السؤال الذي يتبادر إلى ذهن بشكل فوري لماذا مستشار مسيحي لمفتي جمهورية عربية سماحة المفتي العام للجمهورية الشيخ أحمد حسون عندما يطرح نفسه منذ عام 2006 واستعامة تسميته مفتيان الجمهورية العربية السورية عندما يطرح نفسه أنه مفتي كل السوريين وليس المسلمين فقط يجب أن يكون معه في الصف دائما مسيحي ليساعده في هذا الموضوع بغض النظر أنني قد لا يكون هناك آخر غيري لكنني أعلى الأقل أتكلم عن الطرف المسيحي معه ولا تنسي أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة استعان بمن؟ لم يستعن بمسلم استعان بدليل غير مسلم هذا يعني أن الإنسان عندما يرى نفسه للأمان والأمن أن فلان يستطيع أن يساعده نختار الأكثر نعم بأي المجالات تساعد بأي المجالات تقدم المساعدة تقدم النصح تقدم المعرفة التجربة يعني كيف يكون التعاون؟ منذ فترة كانت مقابلة له بالأوتيفي فقال سماحة المفتي قالوا وقتبت جريدة ديرشوين بيجل العلماني أن أقرب الناس للسماحة المفتي جمهورية العربية السورية هو شخص مسيحي أنا لا أدعي أنني فقط الوحيد أو الناصح أو أجاب سماحة المفتي جوابا يعني أزهلني أنا وأنا كنت معه قال هو ليس قبل أن يقوم استشاره لي هو أخي فأنا الأخ ماذا يصنعه مع أخيه ماذا يقدم له أقدم له أحيانا يسألني في مواضع معينة أجيبه أحيانا يسألني في أمور أخرى يسألني عن أشخاص معينين تقسيمات المسيحيين ممكن حتى تقسيمات مسلمين قد يكون هناك علاقات معينة قلت لك مثلا أنا اليوم غدا سأغادر إلى بلجيكا لأنقل رسالة سماحة نفتي الجمهورية العربية السورية بتعزية بأحداث تفجيرات بريكسل وهذه الرسالة هي ليست وليدة اليوم هي منذ شهرين أرسلت لكن اليوم سأسلمها بشكل شخصي بواحدة 30 شهر لرئيس أساقفة بلجيكا هذه أمور نتداوله ماذا تحوي هذه الرسالة؟ ماذا تحوي؟ تتحوي الموضوع أن ما حدث ليس لا يمثل الإسلام ولا الإنسانية في شيء وهو ضد هذه المقولة رسالة توضيح يعني عما يحدث أن الإسلام ليس محصورا بداعش يعني حتى الآن عندما تذهب وتسفق أيضا كان لك سيكون لك زيارة أيضا كان هناك دعوة من قبل البطريارك اللبناني بشار الراعي المرة الماضية جئت للدماجك وسلمني سلمت رسالة لي من سماحة المفتي لغوطة البطريارك تناولت الطعام الغذاء معه ثم سلمني رسالة دعوة لسماحة المفتي الجمهورية العربية السورية لزيارة الكركين ونحن الآن بصداد هذه الزيارة بحيث أنه سيزور كل المرجعيات الدينية المسيحية الإسلامية كلها حتى الآن هناك بعض التقصير ببعض السؤال لم نجب تماما متى سيتم الاستقبال لتتقاطع الأمور فنحدد التاريخ في أولوية هذه الزيارة يعني ما هي المناقشات ما هي الأمور التي سيتم تناولها بين الطرفين رجال روحيين سينلتقون لا المفتي حسون روحي فحسب يعني خالص ولا المطرق الراعي روحي فحسب يعني نحن نعرف تماما أن هناك أدوار وإن كانت غير مباشرة ولكن سياسية تقوم بها تقوم بها تقوم بها هذه الوجوه ما كتب جنرال دوغول كتابه الأمل مذكرات دوغول عن بعض الحرب قالت شيرشيل قد يكون دوغول رجلا بارع عسكري من الناحية العسكرية لكنه سياسي رديل فماذا أجاب دوغول أجاب إن السياسة قضية أكثر وأهمية من أن تترك بيد رجال السياسة فقط ممكن تكون أفضل بأيدي رجال الدين عندما لا شك لن يتدخل في السياسة لكن عندما تكون السياسة على الأقل إنسانية مثل ما ينادي سماحة المفتي العام يعني تصبح أعتقد تصبح أفضل نعم حتى الآن عندما تتوجه من تجربتك الشخصية عندما تتوجه إلى كل هؤلاء سواء الروحيين أو المدنيين أو السياسيين أو رؤساء دول أو رؤساء بلديات كما سيحصل معك في بريكسل يعني كيف يكون التعاطي معك كيف يكون أول نظرة لك أنك شخص توصل إليهم كل هذه الرسائل من المفتي طبعا هناك دهشة لا شك هذه الدهشة بدأت من عام 2006 عام تعيين سماحة المفتي العام مفتيا للجمهورية عربية سوريا وهو في نفس الوقت أرسل لي رسالة ثماني بها مستشارا له لشؤون العلاقات الإسلامية المسيحية أنا اليوم وقع كمستشار مفتي جمهورية هناك الكثير من الدهشة لكنهم عندما يتعرفون علي ويتسمون النقاشات أظن أنني أكسب نقاطا إيجابية كثيرة بحيث ينسوا أنني فقط مسيحي مستشار لشؤون الزينية جاءني الإيميل من رئيس ساقفة بيرجيكا للشخص المولج بالمتابعة فأكد أنه سيستقبل مستشار مفتي الجمهورية العربية السورية ونوصر على كامل الكلمة الجمهورية العربية السورية وليس الجمهورية السورية كبا لدينا قصطاك الحمصي وهو شاعر حلبي مشهور يقول نحن عرب قبل أي صدغة سياسية أخرى بالإضافة إلى هذا الموضوع أيضا حضرتك من حلب نعم وقادما من حلب من عدة أيام كيف تركت حلب؟ للأسف يعني أنا مدينة حلب أصبحت مدينة يعني مستباحة من كل أطراف لا شك أن هناك الأطراف التكفيرية أول شيء مدينة حلب تقريبا نصفة وأكثر بعيد التكفيري ونحن مرغنا تقريبا ستة أشهر بدون الكهرباء الآن أصبحت تأتينا الكهرباء ساعة أو ساعتين في اليوم فعندما تأتي الكهرباء مثلا ساعة أربع الصباح أنا واسق عندما تأتي الكهرباء ساعة أربع الصباح في منطقة من المنطق أنا واسق لأن كل النساء يستيقظون ليخسلوا أو يكهوا أو شيء نحن المواطن الحلبي يدفع سمن الماء كمان مرت فترات ما في ماء هاي موز زنب الحكومة السورية لأن المياه مثلا موجود المياه خطوط المياه أو المنابع الرئيسية أو الأجهزة الأجهزة الضغط في الأطراف فيتم التفاوض عندما يريدون الضغط على السياسين في مدينة حلب أو السياسين في سوريا يقطعون المياه فنبقى السنة الماضية تم إيناه أربعين يوم بلا مي نشتري المياه شراء وأصبحت مدينة حلب من الذي يبيع إذا كانت المياه مقطوعة من أين تأتي المياه لبيعها هذا آبار آبار ارتوازية تم تم بحلب والفضل يعود لشكل المنظمات الدولية الرائية ولجهتين هما الهلال الأحمر بمديره التنفيذي الأخهاء العاصي مشكورا جدا وجمعية الإحسان طبعا انتحاد جمعيات الخيرية برئيس الاتحاد ورئيس جمعية الأحسان الخيرية الأخ قباني عمار قباني فمشكورين مشكورين مدينة حلب وهم إضافة لهالشي يعني يأتون بصهاريج مياه ويوزعون المياه على خصوصا مياه الشرب لم نقصر كل هذا وكل مواطن في حلب نقصر نحاول دائما نتساعد أنا أختي الكريمة أنا أملك جنسية أخرى فوالدتي يونانية ووالدي سوري وأنا أملك جنسية يونانية منذ ثلاثة أشهر كنت في اليونان المغرايات التي آخر مغرايات التي تلقيتها للبقاء فقط لأن نخرج اليوم قد لا تكون أمي أجمل نساء ولا أفضل نساء لكنها أمي وكذلك بلدي أنا ولدت في دمشق عشت في مدينة حلب درست في مدينة حلب أخذت الهندسة في مدينة حلب التاريخ في مدينة حلب ديبلوم تاريخ في مدينة حلب تزوجت من مدينة حلب أنا حتى اليونان لا تعني لي شيء أنا اليونان ذهبت إليها منذ ثلاثة أشهر لأول مرة وأنا أحمد جنسيتها أتمنى أتمنى وصدقا أن أكون جسر تواصل بين السوريا واليونان وسوريا ومن خلف الأمة العربية واليونان ومن خلف الاتحاد أوروبي أتمنى كنت ذلك هذه آخر مغرايات فقط لأخرج ولكن هذه كما تقول حضرتك هذه الدعوة وهذه المغرايات ليست بريئة هناك دعوات كثيرة منذ بدء الأزمة السورية وتوجه هناك سفرات فتحت أبوابها مع بداية الأزمة تحديدا للمسيحيين حتى فرنسا كان لها أيضا ياتح هذا الموضوع بشكل وقح إذا صح التعبير لماذا؟ عندما يعلن بن يمين نتنياهو أن إسرائيل هي يريد أن تكون دولة يهودية ظهر كتاب آخر منذ سلسين عاما الدولة الدرزية إذن لا يريد لإسرائيل كدولة يهودية أن تبقى بمفردها عندما جاء الفرنسيون وقسمت سوريا بالألف سميع وعشرين وما بعد جنرال جورو أصدروا أمام دمارتال هناك دولة حلب ودولة دمشق ودولة العلويين بدأت تقسيم الطائفي من ذلك دولة الدروز التقسيم الطائفي بدأ من هناك سأقول لكي شيئا عام 2004 بقاء بحزيران 2004 على مائدة غداء تعاهوا إليها جاك شراك رئيس فرنسي جورج بوش كان هو المدعوم بذكرى 60 سنة لنزول القوات الأمريكية في النورماندي قال جاك شراك واز الكلام أقوله نقلا عن كتاب رئيس أمين الحوود صدمه ثمود قال له إذا فصلنا سوريا عن لبنان يسقط الحكم العلوي في دمشق فأجابه جاك شير جورج بوش قال له هذا الملف أنت أعلم به ابدأ ونحن معك منذ عام 2004 هناك تخطيط لي محاولة ضرب المنطقة عن طريق الحروب الطائفية أنا مع إذا قيل لي أننا لا نريد الرئيس بشار الأسد لأنه هناك فساد في مرحلة من المراحل المحيط أو لأنه لم يعمل أو 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 لكن أن يقال لا نريد بشار الأسد لا لشيء إلا لأنه علوي هنا أقض أنا ابن البيئة المسيحية لدينا فارس الخوري رفع على الأكتاف في الجامع الأموي ونادى الناس به لا إله إلا الله فارس بيك حبيب الله ولا أعتقد أن هناك أحد دافع عن سوريا أنا زاق مثل فارس خوري هكذا إذا أردت أن تقول لي أن بشار الأسد فقط لأنه علوي لا نريده سأقول لك شيء أنا منذ سنة منذ أكثر من سنة سنوات نقلت رسالة أيضا قلتها ألقيتها في كنيسة سريان كاتوليك جناز الكاردينال موسى داود رئيس المجمع الكنائي الشرقية في حاكمية الفاتيكا فأنا أنتظر السيارة كانت أتيني وكنت جانب الروشي فجلست على المقاعد وبيدي معي قرآن مصحف أعطاني آه سماحة المفتي لأخذه إلى جهة معي فسواني فقط أخفيت عيني استيقظته شخص جانبي فاللي بيّن عليك تعبين من ينجنا باكت لمسوريا لك قال لي يا أخي حاجة باي يحطوها حد سني ها هي العقلية ما زالت موجودة وازجة علما أن هذا الموضوع الموضوع أبعد من ذلك بكثير الموضوع الموضوع له علاقة بموقف سوريا بموقع سوريا العروبي بموقف سوريا من المقاومة من فلسطين من إسرائيل عمر بن عبد العزيز ماذا قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس وهو الخليفة الأموي نعم قال ما اختلفت هذه الأمة لا في قرآنها ولا سنتها إنما اختلفت في الدينار والدرهم في الدينار والدرهم الاقتصاد السياسة والاقتصاد والذي سير سياسة صح على كل حال سنتابع النقاش معك لكن نستمع إلى عنوين بعض عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم ربما تدوم بعض هذه العنوين تود أن تعلق عليها إذن إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع أهلا بكم جولة على أبرز معا ونتهي بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح والبداية من لبنان واخترنا منها صحيفة السفير التي عنونت لهذا اليوم موفدان أمريكيان في بيروت أوامر نفطية ونقضية تثبيت الاتفاق بين سليم وحزب الله والمصارف قيدة لاختبار معركة شمال الرقة تتعثر والعدناني يقود داعش نقرأ أيضا في عنوين صحيفة السفير اللبنانية شركة نتانياهو لبرمنتو ثيرورتيابا واشنطن حكومة يمين متشدد لا تخفي تصدعاتها من عنوين صحيفة السفير اللبنانية ننتقل إلى صحيفة الدستور الأردنية التي بدورها عنونت في عنوانها الأول دعوات الابتحامات الجماعية للأقصى ثمانية وعشرون ألف يهوديين قدموا إلى فلسطين المحتلة العام الماضي داعش يفقه قرى وبلدات الرقة ويمنع المدنيين من مغادرة الفلوجة مع تصعيد العمليات العسكرية ضد التنظيم في سوريا والعراق ونقرأ أيضا في عنوين هذه الصحيفة اليونان تمهد جويا لتدخل الأطلسي في ليبيا ننتقل من صحيفة الدستور الأردنية إلى أبرز ما عنوانته صحيفة الحياة السعودية نقرأ في عنوانها الأول خريطة طريق روسية خالجية لتعزيز التعاون ومحاربة الإرهاب ترحيب بأي جهد لتغيير سلوكيات إيران توافق على آليات التسويات السورية وخلاف على دور الأسد تحذيرات من مذهبة معركة الفلوجة العباد يصطحب معه إلى غرفة العمليات زعماء سنة بينهم الجبوري والهميم ننتقل إلى صحيفة الثورة السورية في عنوانها الأول جاء روسيا التحالف الأمريكي يرفض ضرب مواقع المصر ديمستورا لا دعوة لجولة جديدة من جناب قبل أسبوعين أو ثلاثة الجيش يقضي على العديد من إرهابيي داعش بريفة دير الزور والسويداء ويدمروا أرتلاء لهم بريفة حمص مظاهرة العمال في باريس تتحول إلى اشتباكات مع الشرطة ونقرأ أيضا في عنوين صحيفة الثورة العبادي هناك من يحاول إنقاذ باعش الجيش العراقي حرر الجرمة في الأنبار إلى أبرز ما عن نورة صحيفة الوطن العمانية جاء في عنوانها الأول سوريا الأكراد يتقدمون بالرقة ومكبرة جماعية بتدمر وموعد أممي جديد للمحادثات العراق العبادي يعلن تحرير الجرمة ويدعو لوقف الاحتجاج والتركيز على الفلوجة اليمن الأمم المتحدة ترهن الصقف بالتجاوب وعشرات القتل والجرحة في اشتباكات بالجوف إلى عنوان باريس في صحيفة الوسط البحرينية المحادثات اليمنية في شهرها الثاني اتفاق على إطلاق ألفي أسير وعزم أممي على إحلال السلام ونقرأ أيضا معا نورة صحيفة القدس العربي جاء في عنوانها الأول واشنطن تثير تساؤلات حول الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتل أبيب ترد غارات على غزة في اليوم الأول لليبرمن وزيرا للدفاع السعودية الخلاف مع روسيا حول مصير الأسد وآلية الانتقال الديمقراطي ما زال قائما الاتحاد الديمقراطي الكردي سنضم مدينة الرقة للنظام الفيدرالي شمال سوريا تفاصيل أكثر لهذه العنوين تابعونا في برنامج آخر طبعا وختاما إلى اللقاء شكرا لزميلة بسانتا الراف على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم عنوين طبعا بشكل عام عن العالم العربي والوطن العربي الذي البائس كما يسميه البعض من كثرة الحروب أي من العنوين لفت نظرك أو أي من العنوين تود أن تتحدث عنها؟ طبعا تريد أن تتحدث عن حلب لا شك حلب لا شك ليش لماذا؟ أنا حلبي وأنا عندما أخرج إلى هناك أقنية وهناك صحف أتكلم بها وقد يتاح لي أن أتكلم أكثر من غيري فكثير من الناس قد لا يتكلمون لكن عيونهم تتكلم عندما يريدون أن ننقل معاناتهم في مدينة حلب نحن اليوم مدينة حلب هي المنطقة بيد الحكومة الجمهورية العربية السورية هناك مليون ونص أو مليون إنسان أنا واثق أن مليون شخص أو مليون ونص إنسان يتلقى معانات نحن نعاني من مشاكل كثيرة مشاكل صحية مشاكل تدريس سماحة المفتي العام مشكور الطائفة المغرونية بحلب الأب بلياس عديس هو مسؤول عن العمل الخيري قام به مع جامعة حلب ونتابعة الأموك فجامعة حلب عطتنا المقرات والأخوتنا الموارنة اللي ممثلين بالأب بلياس عن طبعا مطرانية الموارنة طبعا غبطة البترك الراعي اللي يوجه له التحيير فأقمنا وتحت رعاية مفتي الجمهورية مركز معالجة فيزيائي مجاني والأهم مركز أطراف صناعية وهذه الأطراف الصناعية اليوم تكلف كل شخص مليونين 2000 دولار 2000 دولار يعني أنت شخص وليله 2000 دولار يعني مليون ونصف نعم وبلاد في حالة الحال طبعا يعني هناك ونحن اليوم حاجة إليها بحاجة نعم هذا النوع العمل الذي يقوم به سماحة المفتي هناك الكثير الذي لا نقوله يعني لا يريد أن يعرف يعني يمكن أنا هلأ أرجع شامل للشيخ ليش حكي تخيي ليش هذا يعمل له خير لا تدري يمينه لا بيع ما فعلت يا صار هذا بشكل مبسط كنت تريد أن تبدأ بالحديث بداية عن الرقة سنعود إلى موضوع حلب وما تحتاج إليه حلب وأوضاعها الاجتماعية وأوضاعها ولكن بداية عن الرقة ماذا تريد أن تقول هناك حديث كثيرة حول الأكراد أنا لا أشك في الأكراد هم أولا مواطنين سوريين لا شك أن بعض التخطية أنهم مواطنين عرب سوريين لا مواطنين سوريين أنا لا أشك في ولائهم لسوريا مهما قصرت سوريا مهما قصرت اليوم والدتك تجاهك ألا تحبينها لا شك أن وقد تكلمت ذلك في إذاعة النور لا شك أن الحكم الذاتي هو فدرالية وحكم الذاتي موجود في أزانه أنا سمعته من عبد الحميد درويش وعبد الحميد درويش هو أحد الأقباب الثلاثل الأكراد مام جلال طلباني مسعود برزاني وعبد الحميد درويش نحن هناك قد يكون وخصوصها بعام 1962 عام الانفصال كان هناك الحزام العربي وكان موضوع الحزام العربي وموضوع سحب الجنسيات من أخرطنا الأكراد السحب الجنسيات من الأكراد أعادها رئيس بشار الأسد فهمت أنه أعادها يعني ليكسب الأكراد لا رئيس الأسد لا أعتقد أنه يمشي بسياسة رد الفعل يمشي بسياسة فعل والده قال إن ردود الأفعال لا تعطي نتائج إنه يعمل ضمن فعل وليس رد فعل أعطى العادة الجنسية حوالي 400 ألف إنسان هناك من أعاد لهم جنسية وهناك من منحهم جنسية وزلم الرئيس دائما يؤكد أن الكردي هو سوريا هناك كردي عراقي ولكن هناك من يتحدث عن هذا الموضوع ويقول بأن كما قلت يعني عن الأم يعني الكردي يعتبر الأم هي الوطن لا شك لا شك ليست سوريا ليست العراق ليست لبنان ليست الوطن بينما هي الوطن لي الأكداد أنا إذا سمحتيني سأقول إذا في شيء بدنا نطلع عليه خليني نروح على فاصل أحسن من حتى ما ينقطع الحديث يعني على كل حال نذهب إلى فاصل ثم نعود لنتحدث عن هذا الموضوع فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا أعود ورحب بضيفنا في الاستوديو وهو مستشار مفسي الجمهورية العربية السورية هيك بدك الأستاذ باس القص نصر الله أهلا وسهلا بك مجددا هي عربية نحن نعتبر بدون تعريف يعني هي رمز أيضا حتى لا يفهم تقصيرا حتى نتوسع في النقاش أكثر أستاذ باسل يعني نذهب إلى الحدث اليوم هيك في بعض المواضيع ربما تهمك وتهم الحديث الذي سنناقشه الآن إلى الحدث اليوم والتفاصيل الشرق الأوسط الاتحاد الديمقراطي يعلن نيته ضم الرقة إلى الفيدرالية الكردية أعلن مسؤولون كرد أن الرقة ستدخل بعد تحريرها ضمن المنظومة الفيدرالية في شمال سوريا وهو الأمر الذي رأت فيه المعارضة تهويلا وكلاما مبالغا فيه قد يؤدي إلى المزيد من الاحتقان والفجوة بين المكونات السورية ويأتي هذا الموقف مناقضا لكلام سابق للمتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو كان قد أكد فيه للصحيفة أن الهدف اليوم هو تحرير ريف الرقة الشمالي للمدينة التي تعد عاصمة داعش مشهرا إلى أنه يجري تسليم هذه المناطق بعد تحريرها إلى إدارات مدنية عربية كردية مشتركة المسؤول الكردي وإدريس نعسان رفض اعتبار هذه الخطوة تمهيدا لتقسيم سوريا أو إقامة كيان كردي أو ما شابه مؤكدا أن الفدرالية كنظام تسمح لكل المكونات بالمشاركة في إدارة البلاد بعيدا عن الطائفية والمذهبية أو العرقية الأخبار اللبنانية فلسطينيون وإماراتيون يبيعون القدس لا يبدو بالنسبة إلى دول خليجية وخاصة إماراتية ومعها شخصيات فلسطينية نافذة باتت تعمل ضمن أطرها أن أهل القدس تكفيهم ما تفعله إسرائيل بحقهم في معركة البقاء ليل نهار والهدف هو تكرار نكبة شبيهة بنكبة فلسطين التهجير عن القدس في سبيل ذلك تتحول حياة الناس هنا إلى سلسلة من الصعوبات اللامتناهية ويبدر أولئك إلى تعزيز الصمود المقدسي بطريقتهم التي تلبي الهدف الإسرائيلي أي تحول المدينة المحتلة إلى عاصمة إسرائيلية ديمغرافيا لعل ذلك ينهي أحد أهم الملفات العالقة في طريق التسوية أو قل بيع أهم ما تبقى من فلسطين فإحدى الخطوات العربية لتعزيز صمود أهل القدس هي تسهيل ومساعدة سماسرة أو شخصيات فلسطينية ناشطة على شراء عقارات من مقدسيين وفجأة تباع لجمعيات إسرائيلية فيستيقظ أهل الحي على وجود المستوطنين بينهم بدعوة أنهم صاروا ملاكاً قانونيين تليغراف الوثائق المسربة لداعش تكشف هوية المسؤول عن تضفق المقاتلين إلى سوريا كشفت الوثائق المسربة لداعش عن هوية ما يسمى قائد الحدود في التنظيم المسؤول عن تجنيد آلاف الجهاديين الأجانب وإرسالهم إلى سوريا طراد محمد الجربة سبعة وثلاثون عاماً العراقي الأصل والذي يحمل اسم أبو محمد الشمالي سهل عملية دخول ستة ألاف مقاتل على مدى عامين وظهر اسم الجربة كوسيط على استمارات قبول ثلث الجهاديين الأجانب الثمانية عشر ألفاً الذين انضموا للتنظيم بين عامي 2013 و2015 وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها تيليغراف فإن الجربة ساعد عدداً من منفذي هجمات باريس على الدخول ومن ثم الخروج من سوريا لتنفيذ هجماتهم الجربة الذي يملك أيضاً الجنسية السعودية معروف لدى وزارة الخارجية الأمريكية الوثائق أظهرت أن غالبية عمليات عبور الحدود التي أشرف عليها جرت عبر أعزاز وجرابلوس هذا ما كنا نتحدث عنه عن موضوع الفيدرالية الكردية الاتحاد الديمقراطي يعلن نيته ضم الرقة إلى الفيدرالية الكردية أيضاً كيف تقرأ هذا الكلام في ضوء ما تريد أن تتحدث عنه الفيدرالية مرحلة متطورة جداً في الفكر السياسي كيف تنظرين إلى سويسرا في 26 كونتون كل كونتون المنهاج التربوي بالكونتون لا ينطبق مع المنهاج التربوي لا شك سألتني ولكن هذا السؤال الذي توجهنا به إلى أكثر من خبير سياسي وباحث في موضوع الكونتونات تحديداً وفي موضوع الفيدرالية قال أنه في الخارج أوروبا كلها فيدرالية معدى باريزيا معدى فرنسا ولكن قال بأنه أوضعنا التنوع الطائفي والسياسي الموجود في الدول العربي يمنع عنها أن تكون هذه الفيدراليات ربما مساهلة للتقسيم وذكرات بول بريمر نعم قال مسعود البرزاني كنا نحن الأكراد انفصلنا عن العراق نحن نتمتع بحكم ذاتي وأومأ بول بريمر وقال مشيراً إلى سوريا وتركيا وإيران وهنا في العراق يقول كلها بلدان تضم أكراداً وإذا اشتعلت الحرب ستصبح وحرباً إقليمية فرد البرزاني نحن تجنبنا الكارثة منذ الوقت الماضي ما معنى هذا الكلام 2005 لو أراد الأكراد أن ينفصلوا عن العراق لنفصلوا أنت تعرفين خط العرض 38 هم أرادوا لكن لم يسمح لهم في العراق هل هناك وسائق أنه لم يسمح؟ حتى الآن أنا لا أرى أنهم يريدون بالمراحل الحالية الانفصال قد يكون هناك تشكيل في فدراليات تجمعات أحكم ذاتي هل تعتقدين أن الأكراد في سوريا هم الأكراد في العراق من نفسهم؟ لا حتى الأرمان أنا سأكون الأرمان في سوريا الأرمان في لوس أنجلوس غير الأرمان في أرمينيا لا يستطيعون أن يتعايشوا سوية لكن في قضية واحدة تربطهم ألا وهي وتجمعهم قضية الأرمانية ليس هكذا يعني تسمحي لما هكذا الأمر؟ الأرمان في أرمينيا زرنا أرمينيا نحن بذعوة من الكاتوليكوس كاريكين التاني فمحت المفتي العام وقمت أنا ضمن الوفد أرمان أرمينيا تعودوا على نمط معين أرمان الموجودين في موسكو بحدود المليونين شخص الأرمان الموجودين بلوس أرمينوس نحن نسميها الحلبية كل الأرمان سنتقلوا لوس أنجلوس سموها لوس أرمينوس وهناك كنيستين كنيسة تابعة لإتشميادزين وكنيسة تابعة لأنطلياس مختلفتين تماما لا أجد تماما أنهم يستطيعون هناك قضية أرمانية بس لا يستطيعون ربما يختلف في الأرمان أكثر من الاختلافات الموجودة داخل الأكراد هل هذا ممكن؟ ممكن وبالتالي موضوع أن يكون في قضية جامعة أو حلم جامع لدى الأكراد أن يجمع أكثر من الأرمان؟ حتى الآن أنا حتى الآن لا أرى أن الأكراد وخلال علاقاتي مع أخوتنا الأكراد لا أرى أنهم يريدون انشقاق عن سوريا لا شك أنهم يريدون أن أخذوا كل شيء أنا في مدينة حلب مدينة حلب في هذه المناطق منطقة المناطق هي كل الأكراد أنا إذا أعطيتني منزل بلاش اللي يسكون هناك ما رح أسكون لأنه ما رح أستح ما رح أحس حالي بهذه المنطقة فهي بالأساس كان فيه نوع من أنواع التقسيم نحن في منطقة عفرين منطقة عفرين من أجمل مناطق وكأنك تقول أنه نحن أساسا فيه شكل من أشكال التقسيم يعني ما تضاير أن يقع التقسيم أو تضع أو تقع أو تقع الفدرالية هناك أساسي الضاحية اليوم الضاحية الأكثرية فيها الشيعة هناك مناطق فيها لا شعوريا لا شعوريا ينجأ يجتمع الناس هيكي دور بعضهم ما نعنى كمسيح لكن أهل الضاحية أهل الضاحية أهل الضاحية أهل الضاحية مضطرين أن يأتوا إلى بيروت أو إلى مركز القضاء ليتموا المعاملات الرسمية أكيد 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 وكذلك أهل جوني وكذلك أهل الشمال أكيد 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 ولكن عندما هذا التوزيع الذي تقول عنه يعني سواء في سوريا أو في لبنان يعني هذه التجمعات يصبح لها قانونها الخاص برأيك بعد تنتمي إلى دولة واحدة أنا أكرر وافق من خلال معارفي ومن خلال علاقاتي نعم أن الأكراد لا شك أنه سيتم الحوار بين الحكومة السورية والأكراد على مواضيع معينة اليوم هذه المواضيع مرجعيات نحن في الأساس أصبحنا مستقلين يعني أصبحنا عندنا لدينا نوع من أنواع الاستقلالية حتى في المدن يعني الإدارة المحلية في سوريا أصبحنا مستقلين أصبح أي إنسان مثلا والأنظمة والمعلوماتيات الجديدة أصبح الإنسان إذا أراد أن يخرج شيئا مثلا ورقة نفوذ يقدر تطلعه هو بحلب تطلعه من رأة وهلو ما جعل هذه نوع أنا واسق أن ما يجمع عليه السوريين عندما يجلسوا على الطاولة وهذا ما نعمله يجب أن نجلس على الطاولة الأكراد هناك مشاكل داخلية للأشخاص يجب أن تعالج لكن ما يقول أنا واسق أن الأكراد لن يخرجوا عن الجماع كل المكونات سأسألك سؤال صد جمال عبد الناصر أيام الوحدة جمال عبد الناصر ألم يفتح إذاع للأكراد في القاهرة باللغة الكردية لا هذه اللغة لهم حق من أخطاءنا لغة حق الحق لهم أن يتعلموا ويعلموا هذه اللغة وأن يكون لهم مدارس الأرمان لهم مدارس خاصة في لبنان تعرف ذلك طبعا ليست هذه هي القضية القضية في مكان آخر في مكان سياسي آخر وفي بعد سياسي آخر هذه المخاوف أيضا مشروعة للناس أن يفكروا بها أم لا أكيد مشروعة أكيد 100% بس هذه التاريخ من 1952 إلى 1961 وقت الوحدة كان الأكراد عمال ياخدوا حقوق شوي أحسن بال61 إلى 63 بدأت مشاكلهم أجمع بعد 63 للأسف ما حاولوا يمحوا أخطاء فترة الانفصال بال62 هو صار الحزام العربي وحق أنت شخص بيعد ببيتك قالوا لك تتضل يطلعي بسبب ما أنا يجب أن أفهم لماذا هم اليوم متشنجين وهم يشوق طبعا لهم الحق باسترجاع أرضهم وبيوتهم بأي وسيلة لكن أنا واسق أن كل مكونات الشعب السوري كل مكوناتهم عرب العرب أم الأكراد أم الأرمن أنا واسق أنهم يريدون الخير لسوريا نختلف على شكل الطاولة لكننا مجمعين أن يجب أن نكون هناك بيني وبينك طاولة نختلف قد تكونين بلور أفضل خشب لكن بالأخير هناك طاولة يجب أن نتفق عليها نعم برأيك إلى أي حد الغرب يعني بتحديدا أمريكا يعني تعبث بهذا الملاث وتلعب بهذا الملاث أكيد أكيد أنا أكون أمريكي أول شعري بسوئية بذور على وين نقاط الممكن أدخل فيها وأمريكا ما يسأل جيمي كارتر مذكراته نعم شوفي ما تقولي إذا حكيت لك شعري يعني مذكرات جيمي كارتر موجودة بسو صحيفة الواشنطن بوست أخذت خبر حول أن بلغها معلومات على أن دولتنا الكلام لجيمي كارتر أن دولتنا أصدقصة أمريكا ولأكثر من عشرين عاما كان بينها وبين الملك حسين الله يرحمه الملك الأردني السابق عائل أردن اتفاق يقضي بأن ندفع له مبلغا معينا من المال كل سنة مقابل معلومات استخباراتية ومقابل وهذا الأهم أن يظهر شيوخ القبائل ولاءهم لدولتنا تمت هذه الاتفاقيات في بداية حكم الملك حسين الآن هو الكلام لكارتر عندما كان الأردن مجرد دولة في طول تشكل الأمريكان واضحين مستعدين يدفعون مصاري لرؤساء فقط لإظهار الولاء لأمريكا على كل حال في موضوع أيضا مهم جدا وهو موضوع بيع البيوت في القدس هذا موضوع خطير جدا أيضا كان في كلام سابق عن أن هناك ربما البعض من في الكنائس في فلسطين المحتلة متورط أيضا في هذا الموضوع كيف تنظر وكيف تعلق وكيف نحمي هذا التراث يعني الإسلامي المسيحي في القدس للأسف بأموال إماراتية كما تقول الصحيفة يعني أموال عربية أنا وأعوذ بالله من كلمة ابن الروحي الله يمد بعمره المطران هيلاريون كابوتي آه كابوتي أنا ابن الروحي له يعني يتصل به وصباحا ممكن ساعة ستة يكون مثلا في موضوع معين مزعوج منه هذا الإنسان العربي في عدة المرات وكلنا عرف كيف سجن وكيف خرج بوساطة قدسة بابا بولوس السادس ثم أرسلوه إلى أرجنتين وعاد وهو اليوم موجود في روما أصبح له من العمر 91 سنة وهو الرجل الوحيد في سوريا الذي كرم أنه شارع باسمه وهو افتتحه ومن أفضل الشوارع في مدينة حلب قد اتصل فيه إحدى المرات وهو يلطيف يلطيف أنا إيطالي أنا إيطالي وهو حلبي ابن حلب حلبي وهو جار لي جار لنا في المنطقة ونالي صورة صغيرة عندما كان كاهنا كنت في منزلنا في الشام يجررنا في العربية كنت صغير أنا اتلوه اطوّر بالك سيدنا خير جريدة الثورة السورية نقلت تلام عن سامي العدل ممثل أنه سيقيمنا فيلما للبطران سامي العدل أنه سيقيمنا فيلما للمطران كابوتي ويفهمون الأوروبيين أنه منهم وهذه مواقفهم والمطران كابوتي كانوا برأس وعائل ولطيف أنا حلبي وعربي يعني صارت أنه تهمي وتلافين الزمو البيع الأراضي تهمت فيها البطرياركية الأرتدوكسية في القدس والبطرياركية الروم الكاتوليك اللي هي في كرسين كرسين طاكية بطريارك لحام ليست بعيدة صحيح ممكن ممكن جدا والتهم وهناك وسائق وهناك معطياء لا في وسائق يعني فيه أشخاص متوارسين المال 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 هو شيء كتير مغري شيء مغري جدا ولكن ما يحصل الآن بحسب الصحيفة يعني بحسب صحيفة الأخبار هي نكبة أخرى يعني طبعا 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 كما تم شراء الأراضي السابق إلى الوكال اليهودية كيف أنشئت إسرائيل ألم يبيع الع أن باع العرب أراضيهم من الوكال إسرائيل أنا اليوم تأقول في مدينة حلب يأتي مثلا في مناطق نوعا ما مسيحية يأتي أحدهم مثلا يريد أن يشتري إذا البيت بعشر مليون يدفع اتناعش مليون طب أنت إذا مالك البيت وما بدك تبيعي اتناعش مليون مغري صح يعني أكتر مع الشراء بسي اتناعش مبتل تتعاش المهم بده البيت وهكذا يحدث المناطق ما يقال عن مناطق المسيحية أنا ضد كلمة مناطق مسيحية في مدينة حلب بس أنا عزيزية أنها مسيحية الدكاكين والمحلات يعني أقول لك 90% إسلام أخوطنا الإسلام 90% قبل الأحداث والآن يعني قبل الأحداث طبعا أكيد والآن فأقول لك شيء ولكن صحيح يعني هنا بالفعل يوجد مأزق مأزق أخلاقي ومأزق سياسي ومأزق اجتماعي ومأزق طائفي أنه لا نريد أن أتحدث عن موضوع طائفي مسيحي ومسلم ولكن في في الوقت نفسه يعني هناك يعني من يريد أو يخاف على هذا التواجد وعلى يعني لما بيكون في عندك أقلية بتحاول أنك تحافظ عليها التقارير اللي نطلع عليها 40% من الشعب المسيحي مكونات الشعب المسيحي في سوريا غادرت وأنا واسق دون عودة لأنه اللي غادر لأوروبا هذا مبا بفكره أنه يرجع هناك من غادر إلى لبنان هدول إما جزء منهم عب ينتظر فيستو اللي يطلع يسافر وجزء منهم موجود بالمخيمات أو موجود بأي منقطاب من الناطق عب ينتظر فقط شوي هيك دوع من الأمان ليعود لكن بشكل عام المسيحيين 40% من الشارع المسيحي من أصل مليون ومئتين ألف نحن كان في سوريا غادروا ولن يعودوا وأنا واسق أنا اليوم أولادي واحد بألمانيا واحد بدبي وابنتي هون ببيروت هلأ واحد منهم يتزوج وأجال أولاد راح مرت يتسكت تللي ما داروا أشوفهم أنا كبرت بالعمر بعد فترة جي يصير فيه داروا عندهم إذا استوطنوا في مدن أوروبية ونحن فداروا عندهم إذن هناك هجرة ما ليست الآن هجرة الكبارسن بحلب شو باي كبارسن المسيحيين كبارسن كل واحدة بحاول يبعت ابنه وبعد فترة هو يبع هذا الشيء اليومي خطير جدا أهم من أنه بيع الأراضي أنا برأي أهم أو يوازي بيع الأراضي قداسة بابا يوحن بولستان شو أنا على المسيحيين في لبنان إنهم رسالة نحن أصبحنا اليوم رسالة للمجتمع نغادر يعني شعب فارس الخوري الفارس الخوري كنا من نفتخر فيه واللي هو من أصغر طائفة في المسيحيين في المنطقة هي الأنجليين نحن الآن نغادر من مئة سنة كان نسبة المسيحيين حوالي 30-35% هناك التوالد السريع التوالد السريع لأخذنا المسلمين والهجر لا شك برجع أكرر الأراضي اللي عبتن باع وشيء مخزن لكن الأراضي أنا اليوم لما بعدي في مناطق حتى نقول مسيحية بناية كاملة ثلاثة أطوية بس مشعولة من أصل 15 بيت هدول نزحوا في نزحة النزوح داخلي النزوح داخلي اللي سكنوا هلأ بمناطق نبعاد عن حلب أنا لا أخرج عن حلب أخرج وأعود وصر طالما لنختم الحديث في أيضا موضوع مهم هو موضوع الوفائق المسربة لداعش تكشف هوية قائد الحدود المسؤول عن تدفق المقاتلين إلى سوريا وأيضا في الميادين هناك مقال مشرة الميادين دوت نت تنشر مقالا عن الأسباب التي تجعل الدواعش يتوجهون إلى سوريا قبل الدواعش أكيد لم يولدوا من فراخ الفكر الإسلامي المتطرف ولد الفكر الإسلامي المتطرف من قراءة خاطئة للإمام بن حنبل الإمام بن حنبل الإمام الرابع من علماء المسلمين السني لم يكن أحد الأشخاص طلابي الإمام بن حنبل كان متصوفا ولم يكن قبل أحيانا أن زيارة القبور وقبل أحيانا الأمور التوجه إلى الصالحين والأولياء القراءة الخاطئة أو التشنجية التي قرأة بن تيمية وأعطى الفتوى الشهيرة بفتوة ماردين أهل ماردين بدأت تشدد وبدأت تكفير عندما فصل بن تيمية بشكل مبسط بين أهل دار الإسلام ودار حرب دار السلام ودار حرب دار السلام ثم القراءات الخاطئة ما بعد التي ولدت مع محمد عبد الوهاب وبعدها هناك أبو الأعلى المودودي هناك الشيخ الكوسري هناك الشيخ أبو الهودة الصياد الشيخ الكوسري كانت الميزة وحسن البنة الذي أسس جماعة أخوان الإرهاب التكفيريين لم يولدوا فقط إلا من وجود فكر سياسي وفكر ثقافي يفلسف لهم هذه الأمور الآن تتكلمين عن شيء تتكلمين عن خاتمة أنا أعود إلى الأصل إذا أردنا أن نحجب هذا عمل طويب يجب أن نبدأ بشيل الفكر السياسي الذي يدافع عنهم والفكر الثقافي الذي يفلسف لهم أمور سأقول لك جاءت امرأة تبكي إلى حد بأقل من دقيقة فقط يا لأحد المشايخ وقالت له شيخي أنا ابني توفى وقتل وهو شهيد يعني لكن جارتي أكلم أنه ما هو شهيد أتلوا الدواعي ما هو شهيد هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق وروهه الإمام مسلم عن أبو هريرة جاء رجلا للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له أرأيت إن جاءني رجل يريد مالي فقال للرسول لا تعطي قال أرأيت إن قاتلني قال له الرسول فقاتله قال أرأيت إن قتلني قال الرسول فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته فقال هو في النار قلت أنت ستفهمي هل الذين قتلوه يريدون ماذا ماله وعرضه وكل شهيد والواجر الشرعي لدى الأخوة المسلمين وأنا المسيحي أقول الواجب الشرعي للدفاع عن العرض ليس فقط مقبول واجبا شرعي ففريضا أن يدافع الإنسان عن الله للأسف انتهى الوقت مستشار مفتي الجمهورية العربية السورية الأستاذ باس القص نصر الله شكرا جزيلا على خضولك وعلى كل المعلومات التي قدمتها لنا شكرا نعفو وأهلا وسهلا بك وأيضا أشكر لكم وشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر